اشتركوا في القناة هل يقضي هذا الجزء الفائت المفروض له فات نعم هناك مورد او موردان فيهما قضاء للجزء الفائت السجد الواحدة اكيد التشهد احتمال وليس اكيدا يعني لو فرض ان انسانا نسي الحمد والسورة كبر تكبيرة الاحرام وركع مباشرة سهوا انتهى الامر خلص ما في مجال يرجع ويتدارك وهل يقضي بعد الصلاة هذه الحمد او هذه السورة له خلص فات انتهى الامر نسي ان يأتي بذكر الركوع او ذكر السجود حتى قام انتهى الامر نسي الاتيان بالتسبيحات الاربع حتى ركع قضي الامر هذه كلها ما فيها قضاء بقي شيئان السجد الواحدة والتشهد ليش نقول السجد الواحدة طبعا هذا الكلام لو نسي جزئان اذا كان غير ركني لو نسي ركنا صلاته باطلة نزل الى السجود واتى بسجدتين ثم تذكر انه لم يركع صلاته باطلة ركن او قام للركعة اللاحقة وركع ثم تذكر انه ترك سجدتين صلاته باطلة هذا الكلام اللي قلناه ما يقضي وصلاة ما شيئا لو نسي جزئا غير ركني زين الحين هناك كلام في السجد الواحدة اللي هي ليست ركنا والتشهد المشهور بين الفقهاء انه لو نسي احد هذين اما السجد الواحدة او التشهد الواحد اكو فالتشهد التشهد الاوسط مثلا وما تذكر الا بعد ان فات محل التدارك يعني مثلا قام للركعة الثانية وركع ثم تذكر انه قد فاتته سجده زين ما يقدر يرجع بعد يتلاف يمضي في صلاته يكمل ويأتي بعد الصلاة بقضاء تلك السجدة يقضيها كيف يقضيها يسجدها لما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسجد يقول سبحان ربي الاعلى وبحمده ويجلس خلاص قضاها سجده وقضاها انتهى الامر ما يعد التشهد سجده فايته من ركعة اخرى يقضيها بعد الصلاة زين اذا تشهد اذا كان الفائت هو التشهد الاوسط مثلا في الركعة الثانية نسي التشهد حتى قام للثالث وركع وتذكر وتذكر يمضي فاذا انتهى من صلاته قضى ذلك التشهد كيف يقضيه لما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرد يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد هذه الجمل الثلاث اللي هي التشهد هذا التشهد هم يقول السلام عليكم لا ما يقول تشهد وقضا المشهور عند الفقهاء ان السجد الواحد تقضى والتشهد يقضى وان لكليهما سجود سهو يعني اللي فاتت سجد هم يقضيها وهم يجيب سجدتي السهو اللي فاتت تشهد يقضيه ويأتي بسجود السهو هذا المشهور التشهد على رأي السيد السيستاني ما يقضى لو فات فقط يأتي بسجدتي سهو والمفروض الآن على رأي السيد الخوئي التشهد يقضى احتياطا وجوبية مع سجدتي السهو اما بقية الاجزاء فليست كذلك خلص الكلام كله حول السجدة والتشهد مرت علينا مسألة قبل كم ليلة وهي انه لو نسي اكثر من سجدة في اكثر من ركعة يعني بالركعة الاولى نسية سجدة بالثانية هم نسية سجدة وبالثالثة وبالرابعة اربع سجدات فوتها لكن كل كل وحدة من ركعة سهو سهو الحين من خلص الصلال تفت انه اربع سجدات فوتها اخر واحد السجدة الاخيرة اللي تابع لل ركعة الاخيرة عند مجال يداركها يسجد ويعود يتشهد ويسلم هذه اخر وحدة الثلاث اللواتي فاتت من الركعات السابقة يقضيها يسجد قضاء عن وحدة يسجد عن الثانية يسجد عن الثالثة يقضي السجدات التي فاتته ومو لازم يسجد لسه الاحوط استحبابا ان يسجد لسه اذا كل جزء ركني يفوت ولا يتدارك تبطل الصلاة بفواته كل جزء ليس ركن يفوت لا يقضى ولا تبطل الصلاة بفواته الا هذان الجزءان اللي فيهما كلام السجدة اكيد تقضى السجدة الفاتحة الفاتحة اذا واحد نسي الفاتحة وهذا السؤال وفرضوا والسورة الى الركع السؤال هو انه يصير يقطع الصلاة ويقراها لا ما يصير صلاة صحيحة ليش يقطعها صلاته صحيحة بالمناسبة الحين ذكرت مسألة على قضية قطع الصلاة خاف تروح عنها مرت علينا في الليالي السابقة مسائل الشكوك الشك بين الاثنتين والثلاث والثلاث والاربع هذه التفاصيل اللي مرت هذه الانسان لو فرضنا يقول انا ما صعب علي احفظها فانا خلص اذا شكيت اقطع صلاتي واعيدها يصير اكثر الفقهاء قالين لا ما يصير ما يجوز يقطع صلاته لازم يحفظها لهالشكوك الايام فيه اوراق طابعيها حاطين فيها الشك بين الاثنتين والثلاث والثلاث والاربع كذا حط له ورقة بجيبة مثل ما يحط له دفتر يذكر به نفسه على مواعيد اليومية يحط له ورقة لانه تصير هالامور فيطلع الورقة يقراها ويشوف شنو تكليفه السيد السيستاني يرى جواز قطع الصلاة اذا فرضنا واحد شيك بين الشيك يقرأ الكلام المكتوب لا شون يقرأ هذا كلام يصير وما يقرأ الشك بين الثلاث والاربع حكمه كذا ينظر ينظر في الورقة ويفعل ما يرى زين السيد السيستاني مسهل هالمسألة قائل اذا واحد فرضنا شك بين الثلاث والاربع الثنتين والثلاث والاربع يقول انا حتى لو يعرف يعرف الطريقة شنو تكليفه يقول انا رح اقطع هالصلاة واصليها من اول يجوز يجوز لكن اكثر الفقهاء لا يجوزون بعد حسب تقليده لأن اذا مرجعه الاخر اذا يقلد عالم يقول ما يجوز يفتي ما يقدر هذا الكلام كان عن القضاء قضاء الاجزاء المنسية في الليالي السابقة الحديث كان عن الشك في المورد الذي يكون فيه التكليف على نحو الاحتياط الاستحبابي في اي مورد ومنه السؤال انه لو فرضنا المرجع اللي قلد هذا الشخص عنده فرضنا قضاء السجدة السجدة اكيد لازم تقضى التشهد في كلام يكون يقضى او لا لو فرضنا المرجع يقول اللي قلد قضاء التشهد على الاحوط استحبابين وما وما سوى ما في مشكلة معنى الاحتياط الاستحبابي انه لو فعله فقد فعل فعلا حسنا احتاط لم يفعله لا اشكال عليه في كل الموارد نعم لو فرض انه سلم ومن دون تعمد تكلم مثلا مع شخص كذا بعض المنافيات ثم التفت انه قد فاتته السجدة يأتي بها زين هناك شيء اسمه سجود السهو سامعين بي سجدتان يستسميان سجدتي السهو شنو هي طريقتهم سجدتا السهو ومتى يؤتى بهما طريقتهم انه الانسان عقب الصلاة اذا حصل احد موجبات سجود السهو نقول ان شاء الله شنو الاشياء اللي توجب خلي حين ناخد مثال وفرض واحد من موجبات سجود السهو التكلم بكلام الادميين سهو تكلم لكلمتين واقف يصلي او شاف منظر امامه فتكلم من دون تقصد شاف الطفل رح يطلع للشارع من دون اختيار صاح مسكوا هذا الطفل بالصلاة زين هذا كلام كلام الادميين وخرج منه من دون تعمد اذا تعمد بطلة الصلاة من دون تعمد شاف صديقة ما شايف من الزمان اول ما شاف نسى نفسه قال له اهلا فلان يم تجيت ثم تذكر انه قاعد يصلي مثلا تخرب صلاته ما تخرب صلاته صحيحة وعليه سجود سهو سجدتان سجود السهو مباشرة بعد الصلاة يسجد ما في تكبير يسجد مباشرة ويقول في السجود بسم الله وبالله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته يجلس يرد يسجد يقول نفس الكلام بسم الله وبالله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته يجلس يتشهد ويسلم هذه سموها سجدتي السهو هي هذه الصيغة التي تقال في السجود توجد ثلاث صيغ واردة والعلماء مختلفين حيالها هذه صيغة التي قلناها بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذه الصيغة الأحوط هناك صيغة أخرى فيها واو بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الصيغة ثالثة بسم الله وبالله وصل الله على محمد وآله يجيب الصيغة الأولى بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذه أولى يقول هذه الجملة وهو في السجود ويقعد يتشهد ويسلم سجدتان وتشاهد وسلام نعم أي الحين هذه المسألة أنه لو جاء بذكر لله عز وجل في غير محله سهوا في الصلاة هل هذا في سجود سهو أو لا إحنا مو قلنا توا قبل شوية أحد موارد سجود السهو الكلام الكلام مع الكلام الآدميين يعني يتكلم مع شخص أو لا مع شخصا بس كلام الآدميين قاعد يفكر بقضية فكرة مشغول أنه شلون يتعامل ويا هذا البيع إذا كذا وعلى لسان سبق قال لبعتك الشيء الفلاني بدينار ثم التفت وواقف يصلي كلام الآدميين هذا اللي في سجود سهو أما لو قرأ قرآنا أو جاء بذكر في غير محله سهوا في الركعة الأولى قنت سوى قنوط القنوط شنو دعاء وذكر لكن مو محل هذا محل في الركعة الثانية ما في سجود سهو أو مثلا قرأ جاء بالتسبيحات في محل القراءة في الركعة الأولى والثانية وقف بالركعة الأولى أو الثانية فسبق لسانه بدل أن يقرأ الحمد جاء بالتسبيحات الأربع ما في سجود سهو الذكر والقرآن لا سجود سهو فيهما أو بالأثناء الفقهاء يتعرضون إلى مسألة وهي أنه لو جاء بذكر أو دعاء على نحو محرم جاب دعاء بس دعاء حرام أكو دعاء حرام قايلين إيه دعاءين قسمان من الدعاء محرمان واحد الدعاء بطلب الحرام عند فتشغلة جاي ببالة محرمة يريد يسويها بشايل إيدة بالدعاء يقول إلهي أريد هاي تعطيني إياها الشغلة إليها حرام مثلاً يريد يبوق فلوس شخص وشايل إيدة بالدعاء يقول إلهي وفقني الليلة حتى أقدر أبوق فلوس فلان هذا هم دعاء لكنه دعاء محرم وقايلين الدعاء بالمحرم محرم يعني هذا من شاء الإيدة ودعها الدعاء هذا قاعد يسوي شي حرام الآن قاعد يسوي شي حرام يطلب من الله تعالى الحرام هذا واحد اثنين الدعاء على المؤمن يدعو على فرد مؤمن إلهي أفنه أبده أخذ عمره أخرب بيته من الحشي هذا يدعو على مؤمن ميجوز محرم زين إذا كان ظالم له يدعو بأن يدفع الله تعالى عنه شره مثلا يدعو بأن يأخذ له بحقه مثلا أما يدعو عليه في أمور الدنيا قاعدين ما يجوز الدعاء على المؤمن لا يجوز خايف منه هذا يأذي قل إلهي ادفع عني شره اللهم أنت يرأوا بك في نحر فلان ابن فلان يعني موارد بدعاء الجوشن الصغير فاكفنيه بما كفيت به أنبياءك وأولياءك من خلقك وصالح عبادك من فراعنة خلقك وطغاة عداتك وشر جميع خلقك يدعو أن الله عز وجل يفك يدفع شره عنه بس لا يدعو عليه زين حين دعا عليه قاعدين ما يجوز هالدعاء لو فعله فالصلاة حين قاعد يصلي صلاة الواجبة ويطلب نعوذ بالله يطلب من الله تعالى الحرام عنده شغلة يريدها ما تجوز بالصلاة قاعد يدعو بها أو يدعو على مؤمن هل هذا يأثر على صلاته قسم من العلماء قالين إيه هذا يأثر على صلاته لكن السيد الخوي رحمه الله قال لا ما يأثر صلاته صحيحة هذا الفعل محرم بس هذا بالنتيجة دعاء يعني ما صار كلام الآدميين هذا دعاء إلا أنه دعاء محرم فما ينتج نتيجة كلام الآدميين الدليل هالشكل الدليل دل على أنه لو تكلم وظاهر الدليل كلام الآدميين ليس الكلام مع الله عز وجل وما نقول كلام الآدميين أو مع آدميين نقصد حتى لو فرضنا وجه الكلام لنبي أو إمام حتى لو وجه الكلام لنبي أو إمام بالصلاة ما يقدر ما يجوز تخرب صلاته دعاء معروف إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء ومنعت مو ومنعت يقروها غلط غالبا ومنعت السماء وإليك يا رب المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء بعدين يجي تعبير يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان هذا الجزء الأول اللهم عظم البلاء وبرح الخفاء هذا ويه الله قاعد يتكلم يصير بالصلاة يقوله لكن هالجملة يا محمد يا علي يا علي يا محمد ما يقدر يقولها في الصلاة صار خطاب مع النبي والإمام إذا قاله تخرب صلاته بغير الصلاة يقولها بغير الصلاة لا مشكلة أما بالصلاة صار خطاب مع النبي صار خطاب مع الإمام هذا لا يصح في الصلاة الخطاب مع غير الله تعالى لا يصح إلا في السلام وارد السلام عليك أيها النبي قاعد ينخاطب النبي هذا منصوص عليه بعدين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قاعد يوجه سلام ماشي السلام عليكم هذا لأنه استثناء خاص سلام هذا آخر الصلاة أما في غير هذا فالخطاب مع غير الله عز وجل في الصلاة مبطل لها إذن أحد موارد سجود السهو الكلام الزائد كلام الآدميين سهوى هناك موارد أخر تأتينا إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة